السلام عليكم اتمنى ان تكونوا بخير وعلى خير واهلا بكم على قناتي فيديو من شاء الله سوف يكون عبارة عن عمل يدوي طريقة عمل الطوق انا سبق عملته يعني من قبل يعني من وراء الكاميرا لكن احبت انني اشارككم الفكرة فعملته مرة اخرى امامكم لدي هذه ورد اصطناعية متوفرة في اي منزل اي محل تمن رخيص جدا لدي ايضا هذه الاطواق المطاطية ايضا ممكن تتحصل عليها بكمية كبيرة جدا اه تمن رخيص صراحة تمنها رخيص بخص ممكن ايضا في المواقع انا كنت تحصل عليها في المواقع مثل الاكسبريس مثل امازون وايضا اذا لديكم طوق قديم اه احببت ان تجدده اه فهذه طريقة مناسبة اه وايضا لساق قوي اي لساق متوفرة لكم يكون قوي انا سوف استخدم اه مصدد الشمع ومقص اه سوف اقوم بالوقت شحن السيليكون سوف اريكم الطريقة وايضا سوف اريكم صورة يعني التوقع الذي سبق اه اشتغلته اه في السابق ولماذا اشتغلته اياني فانا كل اه احب اعمل الشوتينج او هيك احب عمل الصور يعني يعني من نوع الشاق تصوير والتصوير الفيديوهات والصور العادية اه فعملت لانه كان فترة الخريف فقررت انني اعمل اعمل التصوير او صور خريفية اه لابنتي طبيعة الحال فهذه هي الصورة ابنتي وهذه الطوق متل ما تلاحظون فهو اتمنى ان يكون واضح فالطوق موجود على رأسها يعني الطوق القادم اي سبق اشتغلته اه فطوف اريكم اه كيف قمت بعمل اه التزيين يعني تزيين الموقع موقع التصوير او مكان التصوير ان شاء الله انا هنا سوف اه متل ما تلاحظون ماذا قصص لانه حتى لا يكون تكون الورضة بارزة فانا قصصت الطرف السفلي من الورضة اه يعني لن تنفتح لكم فقط قصوها اذا لم تكن مسطحة انا لديها لديها بعض الجزء اه بارز بعض الشيء فانا اقوم قمت بتقصيسي سواء في هذا الطوق الذي امامكم او في الطوق الذي اشتغلته لابنتي فانا سوف الصق عادي جدا اه انا هنا اشتغل على مهد لانه المسلس الشمع رأسه يعني رأسه الذي يعني يخرج منه اللساق اه بشكل قليل ضاعة مني ضاعة مني فا اه هذا فظل معي فتحة كبيرة جدا يعني كلما ضغط تخرج كمية كبيرة وسبق من حرقة يدي اكثر من مرة اه بسبب هذا المشكل لهذا فانا هنا اشتغل ببطء وتوا وانت سوف تلاحظين على المهم بسبب الطوق ممكن انكم تشغلانه بالطوق الطويل يعني الذي يكون في الرأس وايضا الطوق الصغير الذي اه به تمسكن الشعر من الخلف اه سواء لكم او البنوتات يعني انا هنا اشتغل بصفة عامة يعني سواء الكبار او الصغير ممكن في الحفلات الاعياد الميلاد اه اذا لديكم ها فستان يعني بسيط وحببتما ان تزين الشعر بطوق يكون مناسب اه في ايضا ممكن انكم اه تشغلان رباط من الفستان بالساتة وتضعان تلصيقان عليه هذه الورود الاصطناعية ونفس الورود تشغلانها اه تشغلان به الطوق يعني حتى يكون متناسب خوصا اذا كان الفستان بسيط لونه ابيض هكذا او افويت اه بسيط جدا بدون اي زخرفة وانتم يعني تناسقانه وتزينانه مع 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 اله مع بنوتاتكم فسوف يكون ايضا فكرة جميلة جدا وايضا طوق لليد يكون اه طوق عادي مطاطي وتكون به وردة واحدة اه في اليد سوف تكون يعني سوف يكون اه شكل فارد من نوع وغير موجود في السوق يعني اه فكرة حصرية اه فهذا والشكل النهائي انا فقط هنا وضعت اربعة فقط اه سوف اضع ايضا هذه سوف اضع ايضا فيها وردة اه هذه سواء تضعها في اليد كطوق او تضعها تجمعان بها الشعر من الخلف اعتمنى ان شاء الله ان تكون هذه الفكرة يعني اه مناسبة لكم ومفيدة اه دا كنتوا اول مرة تشاهدين القناة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل جهاز حتى دائما يصلكم كل جديد وايضا تركوا لي تعاليقكم الجميلة والهدفة اه انا هنا انتهيت مثل ما تلاحظون فانا اشتغل على مهل يعني لست مدى سريعة حتى لا احرى قيادي فهذا هو شكل مثل ما تلاحظون جميل جدا صراحة بنسبة هذه الوردة فانا تحصلت عليها بنسبة الناس الموجودة في اوروبا تحصلت عليها اه في اه محل اكسيون وهذا هو الشكل النهائي للتوق الكبير والتوق الخاص بالرأس وايضا الخاص بالشعر ايضا سوف اريكم اه طريقة صوري للصور اذا احبتم افكار اخرى فانا عملت مجموعة من الافكار حتى انا عملت اه شكل الكوشي اذا احبتم انا اريكم اه بعض الاشكال او اعمل معكم بعض الافكار لتصوير الاطفال فصراحة ساكون مساعدة هذا هو الشكل الذي اشتغلته انا انا اول شيء اولبس الطفل يعني اولبسه اه اه طبيعة الحال اول شيء اول شيء اه قبل التصوير انا اجهز كل الادوات اول شيء اعرف الفكرة التي سوف اشتغلها بعد ذلك اجهز كل شيء مكان التصوير والابس الطفل بعد ذلك اجهز مكان التصوير متل ما تلاحظون فكان الفترة الخريف لهذا وضعت كل شيء بالخريف وهذا هو الطوق القديم متل ما تلاحظون فالطوق اللي جهزته في الاول كان فيه اربعة وردات هذا به اكتر هذا تعريفا انه هناك طوقعين اه ولدي هنا اوراق اوراق شجر من الاصطناعية ايضا وايضا حقيقية مثل ما تشوفون فانا ايضا وضعت اوراق حقيقية اه لونها مناسب للون يعني الفكرة وهنا ورقة مكتوب فيها الشهر الذي هو به الطفل انا صراحة توقفت عن وضع الورقة الذي بها العمر فاصبحت اضع قطعة قطعة خشبية الشريطة كانت موجودة عندي وكنت اصور اصور عليها ايضا فيديوهات فاصرت اكتبها بالطبشور او بالطباشير اكتب عليها العمر ان شاء الله تكون فيه كانت اعجابكم وانا كنت تطبقوها ان شاء الله يبدو اخب ان لا يتعدمت من بخير مع السلامة